بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا في جلساء حضرت النبي حذرنا ان احنا نفضل معاهم ونعيش معاهم وحذرنا ان احنا كمان ان احنا نتصور ان احنا نعيش معاهم بل امرنا بالاستعاذة منهم يعني تخيل ان في جليس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حضرت النبي الله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس والله سبحانه وتعالى خطبه وكان فضل الله عليك عظيم وكل الجمال وكل المدد ومع ذلك حضرت النبي يستعيز من جليسين ومع ذلك انا بلاحظ ان الناس حريصة ان هي تكرس الجليس ده اللي هو واحد من الاثنين اللي استعاذ منهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واستعاذ من حيات تانية كتير بس الاثنين دولة بالذات ومع بلاحظ ان الناس حريصة ان هي تعيش مع الجليس ده حضرت النبي قال اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل لكن انا بلاحظ شيء غريب كل ما حاولت ساعد انسان على التغيير وخاصة في محيط الاسرة طبعا في الجلسات الارشاد الزواجي اجد الانسان ده وانا بحاول اساعده على ان هو يحاول ان يعيش حياته بطريقة افضل الاقي ناس كتيرة بقى عندهم ده غريب وهو شيخوخة القلوب ان القلب بقى شايخ تحس كده ان القلب بقى معجز القلب بقى معجز ليه ليه سميتش شيخوخة القلوب عشان بحس ان القلب بقى معجز يعني القلب بقى عجوز في حاجة اسمها ايه جددوا ايمانكم بقول لا اله الا الله تحس كده ان فيه ان اللي بيعيش تجديد الإيمان والعيش بلا حول ولا قوة إلا بلا قلب وقلب شاب وكأن دوة أحد تجليات إلا من أتى الله بقلب سليم أنا على فاكرة مش بتكلم على كبار السن أنا بتكلم عن شباب أتبا أقول لكم حاجة أنا بتكلم عن شباب بس بتكلم عن شباب ومرهقين كمان شباب ومرهقين وعندهم شيخوخة القلوب ونساء وكمان بنات وكل دول عندهم شيخوخة القلوب قلوبهم معجزة أنا بتكلم عننا تكلم عننا احنا بقى عندنا شيخوخة في القلوب بيجي سؤال بقى سؤال يبدو أن احنا مش عايزين نجاوب عليه بس هو لازم نجاوب عليه هي الشيخوخة دي جات منين جات منين إحساسنا بهذا العجز احنا استسلمنا لمصدر شيخوخة القلوب وهو العجز واستسلمنا للشيخوخة دي بسؤولة ليه بقول بسؤولة عشان كل ما قلت الحد تعالى نسلح حال بيتك أو تعالى أساعدك أن أنت تتجاوز مشاكلك قال أنا عاجز أن أنا أتواصل مع أولادي أنا خلاص فشلت وعاجز عن تغيير زوجتي وأنا عاجز عن تغيير زوجي هو خلاص اللي بينا انتهى على كده وأنا عاجز عن إصلاح الزات البين بني وبين أهل بيتي فأصبحت كلمة العجز شايفة كلمة ريجة أوي يعني كلمة موجودة وكأن الناس استسهلوا أنهم يصحبوا العجز وفي بعض الناس أقول لكم حاجة كده غليبة شوية حضرت النبي بيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل حضرت النبي مش عايز يورد على نفسه مسألة العجز وكان بيستعيز منه في ناس كتيرة وده يمكن هو ده اللي بيخلينا أقول لك هو ليه كلمة العجز بقت ريجة بعض الناس نفسهم الأمراء في السوق قالت لهم خليك واضح خليك صريح فإن اللي حاصل فاعترف أن أنت عاجز لا 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 ده مالوش دعوة بالصراح ومالوش دعوة بالوضوح هو ليه دعوة بسماعك للنفس الأمراء بالسوق ولذلك لو عملنا محركات للبحث للقلوب أنا أجد أن من أكبر العبارات ومن أكثر العبارات اللي بيستخدمها الناس دلوقتي كلمات تعبر عن العجز على إيه على العجز في الأزمة الاقتصادية كمان زودت كمان إحساس الناس بالعجز بس هنا بيجي بقى سؤال سؤال والله بصدق حالة نبي بدأ الاستعاز من شيء بيقل لنا أن إحنا قادرين أن إحنا نوجهه هل العجز بقى بيجينا من خارجنا يعني العجز ده بيجينا من أشياء التي تحيط بنا يعني عجز بسبب الأزمة الاقتصادية والعجز بسبب كمان البيئة اللي محيطة بيه عجز بسبب العلاقات اللي بيني وبين الناس اللي ما بقيتش علاقات زي ما الناس بتقول علاقات ما بقيتش سلكة فالعجز ده جاي من خارجي فبيجي سؤال هو العجز ده بيجي من خارجنا ولا بيجي من جوانا أنا عايز أقول لك حاجة أنا بحس لما بسمع قبله صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل أن العجز ده ما بيوصلش لقلوبنا والكسل ده ما بيوصلش لحياتنا غير لما إحنا بنفتح له الباب وعشان كده لازم وإحنا بنجاوب على السؤال ده وننفذ أمر الله سبحانه وتعالى بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى مع عذير إحنا بنعتذر بأن الظروف بقت حوالينا صعبة بس تعالوا نعمل تجربة إيه التجربة دي؟ أعمل معكم تجربة لطيفة قوي تعالوا نرجع الخطوطين وراء أنت كنت عاجز برضو كنت عاجز في أوقات كتيرة لكن أنت دلوقتي بتسمعني أنت عاجز لما كنت مش قادر تنجح في الدراسة ونجحت أنت كنت عاجز وانت مش قادر تكون بيتك وتتجاوز وجاوزت أنت كنت عاجز وانت عايز تتعلم السواء وتعلمت أنت كنت عاجز وانت في الابتدائية ونجحت أنت كنت عاجز وانت مش قادر تسدد ديونك وسددت واشتريت حاجات ودلوقتي عاجز أن أنت تدفع أقساط أنت كنت عاجز أن أنت تراضي حد وقلبه نشرح وديك هو الشخص اللي كان زعلان منك للوقتي من زعلان منك ولا حاجة طب أنت لو كنت عاجز إزاي تقدمت لغاية ما وصلت إلى النقطة اللي أنت قاعد وبتسمعني فيها أنت بتعيش إزاي وانت عاجز يبقى لازم نعترف أن العاجز ده بينشأ في قلوبنا الأول وبينشأ من ثلاث خصال سيئة وثلاث أمراض للقلوب إيه ده؟ استنى كده أنت بتقول إن العاجز بيجي من كوانا آه بيجي من كوانا بيجي من ثلاث صفات عندنا ثلاث حاجات وثلاث أمراض للقلوب بنستقبلها وبنعيش بيها الصفة الأولينية الهوان أنت مش ضعيف لكنك أصبحت في حالة هوان لأن على فكرة احنا طول عمرنا ضعفاء وخلق الإنسان وضعيف لكن كلبة بقى مش قادر تعمل أي حاجة وعشان كده بقى الناس بتحس إن أي حاجة ممكن تحسسها بالإهانة بقى الناس حسسين جدا حتى لو ما فيش إهانة بس هو بقى حسس جدا جدا بيحس بالإهانة من كل شيء وما أن الله سبحانه قال ولا تهنوا يعني بلاش الهوان اللي احنا بنعيشه ده يبقى أول حاجة بتفتح لنا باب العجز الهوان والهوان غير الضعف أنا ضعيف في جسدي لكن أنا من عنديش هواني الهوان ده من جوايا الحاجة التانية بقى الصفة التانية اللي بتخلينا نحس بالعجز وهم خليط كده خليط ولا عزو بالله خليط أنا بسميه الخليط الأسود خليط الغشاوة والحجاب على القلب أول حاجة الهواني الحاجة التانية الإحباط هل ده إحباط لأن الأمور حوالينا تعقدت وبقت الأمور مش سهلة زي زمان والظروف بقت صعبة وما بقتش زي زمان فبقينا بنحبط عشان الظروف بقت مختلفة وبقت أصعب الجواب لا هتلاقي أوقات كتيرة كانت الظروف اللي بيعيشها الناس قبلنا وكوننا احنا بنعيشها كانت أصعب من دلوقتي لما تقعد في لحظة صدق مع نفسك كده تتحس أن الظروف اللي انت في عيشها دلوقتي أصعب من اللي انت كنت زمان لما ما كنتش عندك خبرة ولما كان عندك قدرة ولما كان عندك مائل ولما كان عندك كذا بس أنت قررت أنت توقف توقف إيه؟ توقف عشان تبقى عاجز ثالث حاجة فقد الأمل بقى احنا خلاص ناس كتيرة فقدت الأمل وتركت حياتها تمشي من غير ما يكون عندهم نظرة ولا رجاء في الله سبحانه وتعالى التلاتة دولة لما نجمعهم لو جمعت التلاتة دولة انت هيأت نفسك للعجز وإحنا دايما بنفهم فهم يزود عجزنا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فإحنا بنفهم الله نفسا إلا وسعه فأنت ما تجيش تضيق نفسك وتقول والله أنا مش قادر أنا مش قادر ومين اللي بتقولك مش قادر نفسك ولذلك لما نقرب من اللي استعاذ منه حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فنبتدي بالكسل وإحنا فاكرين إن شوية كسل ما تبوز الحياة يعني يعني بنكسل عشان نداوي كآبتنا فنكسل شوية عشان إيه الكسل ده يضيع شوية ضغوط يبقى نعالج الكسل نعالج الضغوط بالإيه كتر الضغوط بالكسل وإيه اللي حاصل فنكسل فنفقد الشغف والأمل ونعجز فالكسل ما بيدويش أبدا ضغط الكسل بيزود الضغط وأي واحد سمعني دلوقتي ويقعد في جلسة صدق مع نفسه هيجد إن تركه للعمل أفقده الأمل تركك للعمل يفقدك الأمل ولذلك حضرت النبي قال خير العمل أدومه وإن قل ما تؤفش عن العمل وعشان كده القاعدة عند أهل عند أهل الله وأهل العمل إن لو ربنا كلفنا يبقى داف وسعنا وأنا بقول لك روح للتكليف على إنه تشريف هتلاقي نفسك بتتسع إزاي مثلا ناس عندهم أزمة ومع ذلك بيسعدوا غيرهم زي ما في قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص ناس محتاجين بس هما ما عجزوش ما كسلوش فعشان كده إلا حاصل الله سبحانه وتعالى حضرت النبي يقول لهم إن الله قد قد ضحك من صانعكم البارحة أنت عملتوا إيه؟ قعدوا يمثلوا إنهم بيأكلوا وأكلوا الضيف فربنا رضي عنهم وأكرمهم عشان كده إنت بالفعل مخلوق إنت ضعيف بس إنت مش عاجز لأن العجز ده هيجي من جواك إنت لازم تفرق ما بين العجز والضعف إنت ضعيف عشان تعرف فمعنى أساسي من معاني الحياة إنك بتعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله نحن لا نعيشه إلا بمدد الله سبحانه وتعالى يبقى العجز مش ضعف لكن العجز هوان وإحباط وفقدان للأمل يبقى إحنا مش عجزين وإن كنا ضعفاء لكن إحنا بنستسلم لأنفسنا الأمر بالسوق فبتشعرنا بالعجز لما بتقولنا إن إحنا عجزين ولو كان العجز من خارجنا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا استعن بالله ولا تعجز ودي ليه على كده ناس كنا بنسميهم في زمن ما كناش عندنا فيه وعي كنا بنسميهم العجزة ودلوقتي لما فهمنا الحقيقة سميناهم أصحاب الهمم أكتر الناس اللي كانوا ممكن يحسوا بالعجز اللي فقط بصروا لكن أبهرنا لما حفظ لما حفظ وتعلم وأبدع حتى في التخصصات الضقيق فأخجلنا من نفسنا فعرفنا إن العجز مش من خارجنا أهو والله أهو لو كان العجز من خارجنا كنا شفنا ده بس هم أخجلونا أخجلونا بقريتهم وبنفسهم وبهمتهم العالية ورسخهم فإيه اللي حاصل فأخجلونا إحنا كنا بنسميهم عجزة عشان نبرل لنفسنا إنها تقول لنا مفيش أمل بس هم جددوا فينا الأمل أنا عايز أقول إيه إن العجز مش من برانا العجز من جوانا زي ما بنقول للناس إن الفقر مش فقر المال الفقر فقر النفوس وفقر فقر الفكر وعشان كده لو كان العجز ده حاجة ما تقدرش تعملها لو كان العجز ده حاجة ما تقدرش تدفعها ما كانش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أمرك وقالك وقال لي سيدنا عبد الله بن عباس استعن بالله ولا تعجز وعشان كده استعن بالله تجد وتجاهك قال كده سيدنا رسول الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس لو كنت أنت عجزك ده من خارجك ما كانتش ربنا كان علمنا ازاي نقوم العجز وعشان كده اياك نعبد وياك نستعين فاحنا بنعجس وعشان كده اكبر اكذوبا نفس الامارة بتقولهن انك بتشيل كل حاجة بنفسك وكل حاجة بيدك لكن انا بشيلها بمدد الله سبحانه وتعالى ولما دخل علينا التدايون الكام راح مبوز الدنيا كمان ادخل علينا مفهوم غلط اننا لو عملنا العمل الصالح قلوبنا هترق وهتطهر فييجي الناس اللي بدأوا يرجعوا ربنا يعملوا فما يحسوش بالعمل الصالح ويحسوا ان قلوبهم ما رأيتش فييجي حد يقول لهم انتوا كدبين واحنا على فكرة لما ما دقوش العمل الصالح قالوا لهم انتوا كدبين احنا مش هنعمل عمل صالح تاني هو مين قال ان العمل الصالح هو اللي بيفتح لنا باب رقة القلب ده وصل ربنا ورضى ربنا عننا هو اللي بيفتح لنا مدد قلوبنا حتى اللي بيعمل عمل الصالح لازم يبقى عايش تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين يعيش تحت مظلة لا حول ولا قوة إلا بالله فيستعين بالله مش بالعمل الصالح نحن نستعين بالله لا بالعمل الصالح العمل الصالح ده وعاء زي الكباية دي العمل الصالح ده زي الكوب كده بننتظر مدد ربنا فيه بننتظر مدد ربنا يسكب فيه في هذا الكوب وليزي كي وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يبقى إيه اللي بيحصل بيصب لنا في هذا الكوب اللي هو العمل الصالح أول حاجة لازم نعرف إننا فقرة وضعفة وما نقدرش نعمل حاجة من نفسنا سواء كنا عجزة أو لأ فانتبه أنت بالله انت مش تخرج من عجزك بحولك وقواتك ولكن بحول الله وقوته وبلا إله إلا الله نعمل ايه بقى عشان نخرج بقى من مفهوم العجز ده اللي ما لقلوب الناس أول حاجة لازم نجدد حياتك على الدوام بلا إله إلا الله عشان تعمل ايه تستصغر الدنيا وتعظم النعمة لحد ما تصل لتعظيم المنعم بلا إله إلا الله يبقى إلا حاصل لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة مسق الكافر منها شربة ماء يبقى إفضل قول لا إله إلا الله لغاية ما لا حوله ولا قوة إلا بالله تتغلغل في قلبك فترى الدنيا صغيرة فإلا حاصل أنا بقولك سيب الأسباب وما تشتغلش وما تعملش لا شوف الدنيا صغيرة شوف كل اللي خلاك عاجز عشان أنت ما قدرتش تحصله شوفوا يجي غيره ويجي أحسن منه وما فيش حاس مع الفرصة الأخيرة الله خزائنه ملأ سحاء الليلة والنهار فلا تحزن على مفاتك لكي لا تأسوا على مفاتكم ما تأساش على ده إلا حاصل وتستمر يبقى أول حاجة قل لا إله إلا الله واغسل قلبك وجدد إيمانك وجدد وصالك بالله بقول لا إله إلا الله بس قل لا إله إلا الله بإحساس من يطلب المدد من الله وأنه لن يتوقف يعني ما فيش حاجة تعجزه يعني ما فيش شيء هيمنع ربنا من أنه يوصل مدده إلينا تاني حاجة اعمل أعمال صالحة صغيرة حتى ولو صغيرة في اتجاه حل المشكلة يعني أنا لو عندي مشكلة اقتصادية هزود دخلي ولو بشيء صغير واستمر فيه حتى هم قالوا كده في قوانين الإدارة قالوا في قوانين الإدارة هل يمكن أن يأكل خليل الفيل هل يمكن أن يأكل خليل الفيل قالوا آه بيقالوا كده يأطع الفيل إلى قطع صغيرة ويأكلها ويبقى إيه زي ما قالوا كده وأن بيس أتى طيب يعني أنا أكل قطع واحدة في وقت واحد واستمر في ده فلما استمر في ده إيه تحل المشكلة ولكنكم قوم تستعجلون يستجاب للمرء ما لم يعجل قالوا وكيف يعجل يا رسول الله قالوا يقول ودعوتوا فلم يستجب لي فنحن لازم نداوم ولازم نعلم أولادنا المداومة دي زي أن أنت مثلا علاقتك مع أولادك علاقة من السليمة ولا صحيحة ولا علاقة مش حسنة استمروا على أنك تقول لهم كلمة حلوة على طول على طول على طول هيجوا في لحظة يحسوا أن أنت تغيرتوا تتغير العلاقة اللي بينك وبينه يبقى أول حاجة عيش بلا إله إلا الله بلا حول ولا قوة إلا بالله تاني حاجة داوم على الأعمال الصغيرة في اتجاه حل المشكلة وما توقفش عاجز لازم تستمر تالت حاجة خلي بينك وبين ربنا سر وما تقطعش الأمل أبدا في الله في كل صبح كل يوم افعل حاجة جديدة في خدمة الناس بأمان وبقلبه مطمئن وما تخافش اعمل خدمة كل يوم في حد من الناس وبقلبه مطمئن لأن الخدمة دي هالجزاء والإحسان إلا الإحسان الخدمة يعني إحسان وإنت لو أحسنت للناس ربنا يفتح عليك ويحسن إليك آخر حاجة ناجي ربنا كل يوم ناجي ربنا حاول تناجي ربنا وخاصة في الأوقات في الليل وخاصة في السحر عشان تحس بأنك أنت بتخرج من العجز إلى الافتقار الافتقار مش عجز الافتقار عز الافتقار فتح لأبواب الرجاء مع الله ناجي ربنا وخاصة في السلس الأخير من اللي يقول يا سيدي غلبت علي شقوتي وصدقت نفسي بأني عاجز وأنت سيدي وربي فكيف لا تغنيني وأنت وعدتني وقلت لي أليس الله بكاف عبده فأنا عبدك وبين يديك وسلمت أمري إليك وتمسكت بأهداب رحمتك ولا أعرف أحدا يعينني إلا أنت يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين سألتك بسر لأنني دعوتك وسألتك بإياك نعبد وإياك نستعين سبع عشرة مرة في الصلاة فاستعنت بك فيا معين أخرجني من هذا الضيق واجعلني لك حبيبا يا رب العالمين أكرمنا ولا تهنا وأخرجنا من عجزنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا نعيش بأسرار لا حول ولا قوة إلا بالله وبأسرار أليس الله بكاف عبدا أحضر أحضر